توطيدا للعلاقات التاريخية المتينة القائمة بين سلطنة عمان ومملكة البحرين الشقيقة وحرصا من قيادتيهما على تعزيزها والأخذ بها إلى أفاق أرحب وأشمل وصل بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أيده الله إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة رسمية تستغرق يومين ولدى وصول جلالة السلطان المعظم أعزه الله مطار قاعدة لسخير الجوية كان أخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في مقدمة المستقبلين والمرحبين بعاهل البلاد المفدة عند سلم الطائرة متمنيا لجلالة سلطان البلاد ولوفده المرافق طيب الإقامة عقب ذلك قدم طفلان باقتا ورود لجلالة السلطان المعظم وجلالة الملك كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ومعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيسه بعثة الشرف وسمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة وبعد استراحة قصيرة بقاعة التشريفات استقل جلالة سلطان البلاد المفدة يرافقه أخوه جلالة ملك مملكة البحرين الموكب الذي أقلهما إلى قصر الصخير حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وقد اصطفت على جانبي الطريق المؤدي إلى بوابة قصر الصخير فرق شعبية مرددة العبارات الترحيبية بزيارة جلالة السلطان المعظم ولدى دخول الموكب المقل للقائدين من بوابة قصر الصخير عفقته كوكبة من الخيالة ابتهاجا بمقدم جلالة السلطان الميمون بعدها حفت بالموكب مجموعة من الدراجات النارية وفور وصول الموكب إلى القصر قدم عدد من الطلبة والطالبات التحية لجلالة السلطان المعظم بعدها اصطحب ملك مملكة البحرين أخاه جلالة السلطان المعظم إلى منصة الشرف حيث عزف السلام السلطاني العماني والسلام الملكي البحريني وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالة سلطان البلاد بعد ذلك توجه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وجلالة ملك مملكة البحرين إلى المجلس لتناول القهوة بعد ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملكي مملكة البحرين جلسة مباحثات رسمية بقصر لسخير بالعاصمة البحرينية المنامة وفي مستهل الجلسة جدد العاهل البحريني ترحيبه البالغ بجلالة السلطان المعظم في بلده الشقيق ضيفا عزيزا على البحرين وأهلها الكرام متمنيا لجلالته وليفده الرسمي طيب الإقامة من جانبه عبر جلالة سلطان البلاد المفدى عن خالص شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كما تم خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وما يجمعهما من روابط تاريخية وطيدة إضافة إلى بحث أوجه التعاون الثنائي القائم بينهما في كافة المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويعود على شعبي البلدين الشقيقين بالخير والراخاء حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وسعادة السفير السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة البحرين فيما حضر الجلسة من الجانب البحريني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الدوان الملكي معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين معالي الشيخ خالد بن عبد الله بن خالد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية مع للفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس بعثة الشرف مع للشيخ أحمد بن عطية طلة آل خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع للشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بمملكة البحرين بعد ذلك شهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات وبرامج تنفيذية وذلك بقصر الاسخير بالعاصمة البحرينية وشملت الاتفاقيات المجالات الأمنية والنقل البحري والمواني والدراسات والبحوث وتأسيس شركة عمانية بحرينية للاستثمار ومنح سلطنة عمان حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة بمملكة البحرين بالإضافة لمنح سلطنة عمان صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية فيما شملت مذكرات والتفاهم والبرامج التنفيذية مجالات تقنية المعلومات والعمل البلدي والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وعلوم وتقنيات الفضاء والملاحة الجوية والتنمية الاجتماعية والعمل الثقافي والمتحفي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات وبرنامجا تنفيذيا بين وزارة خارجية سلطنة عمان ووزارة خارجية مملكة البحرين والمجال الزراعي والحيواني والسمكي والمجالين العلمي والتربوي وحماية البيئة والمجالات الشبابية والثقافية والتراثية والتعاون السياحي وشركات الوساطة عن بعد من خلال نظام التداول الإلكتروني وتكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عقام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مأدوبة عشاء رسمية بقصر لسخير بالمنامة وذلك بمناسبة زيارة جلالة السلطان المعظم لمملكة البحرين وقبيل مأدوبة العشاء تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وأخوه ملك مملكة البحرين الأوسمة والهدايا التذكارية حيث منح العاهل البحريني جلالة السلطان المعظم أرفع وسام بحريني وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة تقديرا من جلالة الملك لأخيه جلالة السلطان وتجسيدا للعلاقات التاريخية المتأصلة بين البلدين فيما منح جلالة سلطان البلاد المفدى أخاه جلالة الملك وسام عمان المدني من الدرجة الأولى أحد أرفع الأوسمة العمانية تقديرا من لدن جلالة السلطان المعظم لأخيه ملك مملكة البحرين واعتزازا بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين كما قدم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لجلالة السلطان المعظم هدية تذكارية عبارة عن سيف وبندقية فيما قدم جلالة سلطان البلاد هدية تذكارية لجلالة الملك عبارة عن خنجر عماني ويرافق حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أيده الله خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاد السلطاني معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية والسعادة السفير السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة البحرين لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بأقيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملكي مملكة البحرين الشقيقة يعكس العلاقات العمانية البحرينية بأبعادها التاريخية المختلفة فارتباط مجان ودلمن بعلاقات اقتصادية متبادلة واستمرار تلك العلاقات لتأخذ أبعادها في ضوء حركة التاريخ مستندة إلى القواسم المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين يعكس رغبة الجانبين لمسألة التعاون والعمل على استدامته والدفع به نحو آفاق أرحب بما يلبي الطموحات المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين إبراهيم بن سالم السالمي موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان من أمام قصر الصخير بمملكة البحرين الشقيقة المنامة ترجمة نانسي قنقر